دشنا وزيراء النقل الدكتور عبد السلام حميد ومعه وزير الأوقاف والرشاد الدكتور محمد شبيب أول رحلة من رحلات تفويج حجيج بيت الله الحرام من مطار عدن الدولي عبر الخطوط الجوية اليمنية لأداء مناسك الحج وخلال التدشين أوضح وزير النقل أن هذه أولى الرحلات لتفويج ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة عبر الجو لأكثر من 12 ألف حاجة منهم 4300 تقريبا من المحافظات المحررة ونحو 8000 من صنعاء ونواحيها مشيرا إن وزارتي النقل والأوقاف بدلت جهود طيبة بهدف تسهيل وتسير سفر حجيج بيت الله ووصولهم إلى البيت الله الحرام بالسلام بإذن الله تعالى متمنيا لهم حجا مبرورا ترجمة نانسي قنقر